الرس فقط عشق الفورمالا 1 بعرفه شو هو الرس شو هو طيب الرس وليش مهم لهذه الدرجة في سيارة الفورمالا 1 الرس هو اختصار لثلاث كلمات drag reduction system تعريفه بالعربي يتنظم تقليل السحب اول احتكاك الجنح الخنفي في سيارة الفورمالا 1 بيرتجر كثير من downforce عشان يساعد السيارة على التبات في المنعطفات بس بعيق السيارة عن حصول السرعات العالي والقصوى للمسارة المستقيمة للحنبة عشان هيك اخترعه شي اسمه الDRS وضيفته يفتح جزء العلو من جناح الخنفي للسيارة واللي هو الرفرف لتقليم معامل السحب ودناوفورس للسيارة وبالتالي بحصل الساقة سرعة زيادة من 15 ل 20 كم في الساعة واللي راح يساعد الساقة على التجاوز في الخطوط المستقيمة في الحنب تم اعتماد هذا النظام رسميا في عام 2011 لزيادة فرص التجاوز للساقين طبعا في كل حلبة السباق في مناطق محدد تفعيل الDRS في الاغنب تكون خطوط مستقيمة للحلبة تختلف حلبة من حلبة تانية في حلبة السباق تكون 3 مناطق لتفعيل الDRS في حلبات بتكون منطقتين في حلبات بتكون فيها منطقة واحدة فقط لتفعيل الDRS سؤال طب كيف يعرف الساقة انه مسموح له تفعيل الDRS راح اجاوبك في حلبة السباق في خطة ابيضة على العرض الشارع عم سلوى الخط في لوحة بيضة مكتوبة عليها DRS وانها بعرف الساق انه داخل منطقة الDRS كمان مسموح للساق تفعيل الDRS بشرط تكون على مشارف الDRS تكون امام السيارة عباة تانية واحدة او اقل وقته بقدر يفعل الDRS عشان يستطيع تجاوز السيارة القدام طبعا بتكفل نظام الDRS والجناح الخلفي بنزل وسكر تلقائيا لمن يدعس الساق فرامل البرك بخصوص اقلاغ الDRS تلقائيا حصلت كارتي مع الساق ماركوس اريكسون كانت تقدي لوفاته اللي كان يقود السيارة على سرعة 320 كم في الساعة في اخر مصار لا دي ارأس على الحلبة قبل الدخول على المنعطف في تواني المسكين ماركوس اريكسون خفف السرعة لكن الجلاح الخلف الورا ما سكر بسبب عطل في نظام الDRS واللي ادى فقدان اندام فورس والتحكم في السيارة واستضم فيه اتجدار بسرعة 338 كم في الساعة وبعد يستضم بالجدار بالسرعة العالية هذه اخرج من السيارة بعجوه وبسلام هذه كانت شرح بسيط و سريع عن نظام الDRS شكرا لكم مع السلامة و ترجمة نانسي قنقر